حاجة عملتها إيه قبل أمهات في المنفى إيه اللي اتعرفت إزاي أول مرة في حياتي هو أمهات في المنفى اتعرفت إزاي دي لها قصة تانية أيوة أنا فاكرة أنا عارفة إلي حكاية أنا عارفة أوليلي بتاعت أماني ناشد أيوة أنا رحت حفلة كان فيها الأستاذة فتن حمامة شفت فتن حمامة طبعا الإنبهار ويعني مش مصدقة روحي فجريت عليها عشان أسلم عليها وابتاع وقلت لها أنا بدرس تمثيل في معتفنون مسرحية في سنة أولى وكده فمسيت لي كده قلت لي إيه دا يا بنوتة دا أنت شبهي أكتر من بنتي طبعا واقف ناس كتير أنا بقى فخورة جدا يعني الأستاذة فتن حمامة قالت لي أن أنا شبهها وبتاع ففرحت جدا قلت لها والله قالت لي قلت أنت كمان بتقلدي صوتي قلت لها لا والله أنا معرفش أقلد لو حسيت كمان أن في نبرة شوية مش عارفة فقالت لي بس لازم يبقى لك شخصية ومستقلة وبرافو يلا ربنا وفائك وأنا هتابعك وهشوفك بتاع كلام جميل خالص الناس الموجودين في الحفلة سمعوا يعني اللي حوالينا أن فتن حمامة قالت لبنت جديدة شبهها أكتر من بنت فلقيت بقى طلبيني ببرنامج اسمه كاميرا تسعة للأستاذة أماني نشت فجابتني الفقرة اسمها شبهة فتن حمامة بس وقعدوا يصوروني فاس وبروفيل ومش عارفة إيه وقالوا لي إزاي الأستاذة فتن حمامة قالت عليكي كده المهمة عدنا نتكلم وحبي للفن جيه إزاي والكلام ده كله أنا خلصت البرنامج من هنا والسيناريوهات بقت تيجي على المعهد والله العظيم يعني فعلا حظ كويس السيناريوهات بتيجي مش عارفين اسمي انت مين؟ شابهة فتن حمامة البنت اللي في سنة أقولها شبهة فتن حمامة وتيجي السيناريوهات وموضوعات مهمة موضوعات كويسة ومع مخرجين وأساذة فبدأت أشتغل كده يعني أنا بدأت أشتغل البنت اللي شابهة فتن حمامة